من جد الترحيب بحضراتكم في حصاد الليلة حضراتكم لحد الساعة 10 إلا ربع تقريباً أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة يا رب إن شاء الله تكون حلقة مفيدة وحلقة ظريفة ودماء خفيف طبعاً كلنا شاهدنا في اللي حصل في اسكندرية والافتتاح الكبير اللي حضره طبعاً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الافتتاح يعني مجموعة كبيرة جداً من المشروعات كلنا شاهدنا على الشاشة التطور الكبير والتطوير الكبير اللي حصل في اسكندرية وخصوصاً في موضوع محور المحمودية يمكن اللي ما اسكندرية حيبقوا فاهمين قد إيه المنطقة دي كانت مهملة المنطقة دي أصلاً يعني أنا اسكندراني كمان فأنا عارف المنطقة دي كويس قوي المنطقة دي هي منطقة أصلاً يعني كان فيها ترعة المحمودية كانت أصلاً أرض الزراعية كانت هي أصلاً منطقة زراعة عصل نوع من التعدي وراتعدي وراتعدي لحد ما بقت منطقة سكنية مزدحمة جداً بالسكان منطقة من مشاكلها كتير جداً منطقة يمكن اللي ما يعرفش كمان الأمن نفسه في بعض المناطق يعني كان بيلاقي صعوبة كبيرة جداً في السيطرة أمنياً حتى على أوكار المجرمين يعني المنطقة دي كان فيها مشاكل كتير جداً يعني في الخط ده نفسه مش ده الموضوع الموضوع النهاردة أن هذه المنطقة أصبحت منطقة متطورة ومنطقة راقية وأصبحت أرقى من أحياء راقية فعلاً موجودة في اسكندرية يعني الصور اللي احنا بنشوفها على التلفزيون دي دي مش صور عشان الرئيس يصور ويمشي لأن يعني الرئيس مش هياخد معاه أو الموكب بتاعه مش هياخد معاه هو ماشي بحيرة صناعية مش هياخد معاه الإضاءة في الشوارع مش هياخد معاه الطريق يعني اللي أنا عايز أقوله النهاردة أن الافتتاحات اللي بنشوفها على التلفزيون هي افتتاحات لمشروعات حقيقية على الأرض ما زي زمان كاننا بنحط شوية الديكور والرئيس لما بيمشي الديكور ده بيتنقل بيروح معاه المنطقة لا 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 احنا النهاردة بنتكلم عن مشروعات عملاقة ميجا بروجيكتس على الأرض يعني موضوع كبير جدا 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 النهاردة لما بنجي نتكلم عن محافظة اسكندرية بنقولها هي محافظة للأسف البحر من قدامها وهو يعني فما تقدرش تتوسع فيها زي القاهرة يعني القاهرة والجيزة مثلا تقدر تتوسع فيهم تعمل الطريق الدائري حواليهم يعني براحتك زي ما انت شايف إنما اسكندرية محدودة يعني حدودها محدودة بشكل كبير جدا فعشان نبتدي نعمل ممرات عشان نبتدي نعمل ممرات لمناطق جديدة ونبتدي نوفر اسكان منظم محترم لأهل اسكندرية اللي أعدادهم بتزيد يوم بعد يوم لازم نعمل ممرات واسعة عشان نسهل حركة المرور من وإلى يعني النهاردة لما بنقول حنعمل مثلا مدينة جديدة أو حي جديد والطريق ليها اللي بيوصل ليها مثلا عبارة عن طريق في حارتين لما بتقف عربية على اليمين فبقى الطريق حارة واحدة فإزاي انت هتشجع الناس يعني إزاي تقنع ناس مثلا في القاهرة سكنين في اكتوبر إنه هما يسكنوا في اكتوبر ويسكنوا في التجمع ويسكنوا في المناطق الجديدة ويسكنوا في العاشر من غير ما يقدروا يوصلوا إلى أهلهم يوصلوا لشغلهم كل يوم الصبح رايحين جايين إذن هذه الطرق ليست طرق للطرفيه وهذه الطرق الجديدة ليست طرق يعني عشان الدولة تقول والله إحنا عملنا طريق لا النهاردة لما بيكونوا عايزين نعمل مناطق جديدة ونحافظ على أكل عيش الناس إنها تروح وتيجي في يسر إحنا لازم غصبا عندنا نبتلي نعمل محاور في الطرق الجديدة إذن اللي إحنا بنقوم بيه النهاردة على الأرض ده مش طرفيه حضراتكم برضو لحد دلوقتي أكيد مش قادرين تستوعبوا إن إحنا دولة بتزيد حوالي مليون واثنين من عشر بني آدم كل سنة يعني في خلال خمستاشر سنة كل يوم عدوا من وراء خمستاشر سنة بيطلع نيو جنريشن جديد جيل جديد عايز شواء جيل جديد عايز عربيات جيل جديد عايز وظايف جيل جديد عايز يتحرك من منطقة سكنه لمنطقة دراسته أو لمنطقة تدريبه أو لمنطقة شغله أو عشان يزور أهله فإذا ما كانتش الحركة في البلد كلها هتبقى سلسة هنبقى إحنا أمام قنابل موقوتة يعني شفتم دان التحليل لما يلف على نفسه يقف والعربيات كلها تقف هتبقى البلد كلها بهذا المنظر بلد بتزيد مليون واثنين من عشر إذن يا رب بتكون المشروعات اللي إحنا بنعملها النهاردة يا رب يعني تكون كفاية للعشر سنين اللي جايين أو للخمس سنين اللي جايين ولو إني أتوقع برضو إن إحنا كمان خمس سنين هنبقى عايزين قد الطرق اللي إحنا عملناها دي مرتين وثلاثة أنا مش بتكلم مع اسكندريا وبس اللي حيروح مدان الرماية حيتخض اللي حيروح مدينة مصر مدينة نصر حيتخض اللي حيروح مصر الجديدة حيتخض اللي حيروح محور المحمودية حيتخض حجم إنجاز كبير جدا جدا اللي عجبني في الموضوع إن إحنا مش بنعمل يعني حاجة تحللنا الأزمة النهاردة لا النهاردة بنجي نتكلم عن طرق حارتين وثلاثة يبقوا سبع حارات يبقوا ثمان حارات النهاردة فيه تطوير كبير جدا بيحصل على الطريق الدائري طبعا كنا متابعين برضو النهاردة كامل الوزير وزير النقل لنا بحيي جدا وطبعا هو مسؤول عن هذا ملف إنشاء الطرق والكباري فيه إنجاز كبير جدا جدا بيحصل في الطريق الدائري بشكل مرعب المهم في كل ده إن مجرد ما العاصمة الإدارية يتم افتتاحها عدد الناس اللي بتخش الصبح تمضي ورق وتطلع من القاهرة وتدخل وتطلع من القاهرة العدد ده حينخفض بشكل كبير جدا طيب العدد ده عشان يدخل القاهرة ويوصل للعاصمة الإدارية خلص أوراقه ويطلع تاني يبقى لازم الطريق الدائري يتعامل فيه إيه؟ طيب ها العمايل دي كلها بتتكلف كام؟ طيب هل إحنا أغنية مثلا وفلوسنا كتير فبنعمل ولا هو مين اللي حيدفع تمن هذه الطرق وتمن هذه الكباري عشان حياتنا تتحسن؟ أكيد إحنا بنشعر بحضراتكم وبنشعر بالمعاناة اللي بيعاني منها المواطن وده شيء لا يغيب لا عن الرئيس ولا عن الحكومة ولا عن أي حد في الدنيا يعني اوعوا تتخيلوا أن الإعلام متخيل أو عايز يصدر لكم أن الناس كلها يعني عايشة مرفهة وعايشة مدلعة لا إحنا عارفين أن الناس بتعاني ومن أول تعويم العملة والناس بتعاني وفي ارتفاع كبير في الأسعار وفي الخدمات وفي كل حاجة ولكن اللي بيصبرنا وبيسكتنا وبيخلينا نستحمل إن إحنا شايفين إنجاز حقيقي على الأرض إن إحنا عارفين إنه هو ده الصح اللي كان لازم يتعمل واللي لازم يتعمل واللي إذا ما تعملش حياتنا هتتعقد وتتخنق يوم بعد يوم الضريبة مش بس فلوس ومش بس تحمل من الشعب أبدا الضريبة كمان بتكون أحيانا بالدم لأن في ناس كتير جدا لا من مصلحتها ولا هي عايزة ولا يمكن تقبل إن مصر تنهض لا يمكن تقبل إن مصر شكلها يتحسن لا يمكن تقبل إن معدلات التدخم فيها تقل لا يمكن تقبل إن معدلات البطالة فيها تقل الناس دي زيهم زي العشوائيات زي الإرهاب يعني لازم تفضل عندك مشكلة تلهس وراها لازم يفضل عندك مشكلة نحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا لدينا من الرجال رجال مؤمنين رجال مؤمنين بجد مش بالكلام رجال إسلامهم أفعال رجال عارفين قيمة حاجة اسمها وطن بيضحوا بدمهم كل يوم فخلونا في مقدمة هذه الحلقة زي ما احنا بنستعرض مع حضراتكم إنجازاتكم وأوجعكم وآلمكم وبنقول إن إحنا لازم نكون صبرين عشان مصر بكرة تكون أفضل كمان عايزكم في أول هذه الحلقة نترحم على شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة طبعا العمليات الإجرامية والإرهابية لم تتوقف ولن تتوقف في القريب العاجل زي ما حضراتكم عارفين أي حاجة في الدنيا بيتصرف عليها فلوس فهي حتحصل الفلوس بقى تبتدي يعني الفلوس بقى يعني تبتدي تنزل عن طريق الإيمان عن طريق الإسلام عن طريق الإسلام السياسي عن طريق الجماعات التكفرية عن طريق بلطاجية المهم إن اللي إحنا بنعمله داي بوز وأي حاجة دفع فيها فلوس هتحصل والإرهاب اللي إحنا شايفينه ده مش إرهاب مبني على العقيدة ولا على دين هو ما يدفوع فيه فلوس يعملوا بقى جماعات يسموا نفسهم إرهابيين يسموا نفسهم إسلاميين يسموا نفسهم بلطاجية يسموا نفسهم مرتزقة يطلقوا على نفسهم أي اسم الإرهاب لا دين له ولا ملة له ولا شكل ولا لون هو أي حاجة بيتدفع فيها فلوس وبعد كده بقى يسميها أي حاجة سميها جهاد سميها حرب سميها دين سميها أي حاجة لكن خلونا نترحم محضراتكم وانتابع معاكم البيان اللي صدر النهاردة في الحادثة الإرهابية اللي راح ضحيطها أبناء وطنة من القوات المسلحة المصرية ترجمة نانسي قنقر